موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون أنفسهم ومنظمة التحاون الإسلامي على مركزية الدوري لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس والمقدسيين أثار النظام الجزائري الخروج عن الإجماع بتكريس معاداته للمغرب والتي بلغت حد التضحية بالقضية الفلسطينية لمناقشة هذا الموضوع يسيدنا عن نستضيفة في الاستوديو المحلل السياسي حسن بلوان أستاذ الكريم مرحبا بك شكرا جزيلا على السدافة أهلا وسهلا إذن ربما لأول مرة في سجلات مجلس الأمن لم تصدر المجموعات العربية ولا حركة عدم الحياز ولا المجموعة الإسلامية بيانات دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني السبب هو البطولة التي لعبته الجزائر في عرقلة هذا الأمر لهذا السبب تضحي الجزائر بالقضية الفلسطينية فقط لمعادات المملكة نعم مع الأسف لأن هذا الموقف النشاز الذي اتخذت الجزائر في منظمة دولية من حجم الأمم المتحدة وفي حضور مجموعة سعدة من الإنحياز ومجموعة العربية ومجموعة الإسلامية وأن يكون المستدف هو قضية مقدسة لدى الجزائرين والمغاربة وجميع العرب والمسلمين فهذا يعطي الدليل الواضح بأن الجزائر دائما تغرد خارج السرب وأنها لا تعنا بالقضية الفلسطينية وإنما تتخذها كماطية من أجل تحقيق أهداف سياسة ويضيقة خاصة إذا تعلق الأمر مع المغرب إذن عقيدة العداء للمغرب وعقيدة العداء لمؤسسات المغرب والنجاحات التي حققها المغرب جعلت الجزائر تكشف نية النوايا الحقيقية مرة أخرى خاصة بعد تضحيتها بقضية الفلسطينية داخل هذه المنظمة الأممية مما جعل جميع السفراء الذين حضروا هذه الغزوة غير موفقة للجزائر أنهم استنكروا جميعا مما جعل الجزائر تعيشوا عزلة لدى المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية وكرست عزلتها إقليميا ودوليا إذن في هذا الصياق أقول على أن القضية تترفع عنها جميع الخلافات ويمكن أن تساهم جميع الدول خاصة دول العربية والإسلامية في بلوارس مواقف مشرفة بالنظر إلى الدور المحوري في هذه القضية لدى جميع الدول بالإضافة إلى الدور المركزي الذي تلعبه المملكة المغربية في هذه القضية بالذات برئاس جلال الملك وهذا ما لا يرقو للجزائر وحاولت أن تضحي بقضية قضية فلسطينية مقابلة تسجيل نقاط على المغرب لكن ارتدى السحر على الساحر وزادت الجزائر عزلة وزادت تخبطا في سياستها الخارجية المكشوفة يعني الجزائر كانت دائما تتبجح بأن القضية الأولى في أجندتها الدبلوماسية هي القضية الفلسطينية والآن يبدو بأن المغرب هو النقطة الأساسية في أجندتها الدبلوماسية لكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ذاتها وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين ما يقدمه المغرب وما تقدمه الجزائر المغرب جلالة الملك ترأس لجنة القدس ولجنة القدس لها درع تنفيدي ومالي لبيت وكالة القدس التي تنجز العديد من المشاريع الاجتماعية في القدس وتدعم المقدسيين الصمود في وجه الاحتلال إذا كانت المملكة تقوم بهذه الأدوار كلها ما الذي يمكن أن تكون الجزائر قد قدمته لهذه القضية من عداء الشعارات طبعا نعم بغض النظر عن ما قدمته الجزائر أعيد وأؤكد بأن كلما ازدادت ضغط الجزائر وزادت تهديدات وزادت سياسة الفولكلورية إلا وفتش عن نجاح معين للمملكة حققته المملكة المغربية في مجال معين نتيجة النجاحات التي تحققها المملكة المغربية والدعم السخي والقوي الذي يوليه جلال الملك والحكومة المغربية والشعب المغربي للقضية الفلسطينية تحاول الجزائر أن تعرقل هذه الإنجازات دائما أما إذا قارننا لا مجال المقارنة في عملية مقارنة لا مجال المقارنة ما يقدم المغرب تاريخيا وماديا وسياسيا وديبلوماسيا ومعنويا حتى أن العلاقات بين المملكة المغربية بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني قوية جدا علاقة المملكة المغربية بمؤسساتها مع جميع الفرقاء الفلسطيني مع السلطة الفلسطينية مع مكونات الشعب الفلسطيني قوية جدا بالإضافة إلى ذلك أن المغرب يرأس لجنة القدس وهي لجنة منباطقة عن منظمة التعاون الإسلامي أو منظمة المؤسمر الإسلامي سابقا منذ سنة 1975 بمؤسمر جدة وأسندت قيادتها لجلالة الملك سنة 1979 بموجب مؤسمر فاس إذن هذه مؤسسة رسمية لمنظمة التعاون الإسلامي يقودها جلالة الملك ويدعم المغرب بيت مال القدس بأكثر من 86% ولدينا مجموعة من الإنجازات على المستوى الميداني لجنة القدس ودراعها المال يعني بيت مال القدس يعني يشتغل على مجموعة من المشاريع نعم مجموعة من مشاريع الميدانية بالإضافة إلى مشاريع سياسية والمشاريع الميدانية على المستوى الإنساني تقدم الدليل الملموس بأن المغرب منشغل فعلا بحياة المقدسيين خاصة والقضية الفلسطينية بصفة عامة أما بالنسبة إذا صحت هذه المقارنة لأنها لا تصح الجزائر لم تستذكر القضية الفلسطينية إلا مؤخرا حيث أرادت أن توجه خطابا إعلاميا نحو الداخل الجزائري الذي يعيش الغليان من أجل الركوب على قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري والشعب المغربي لكن انكشفت نواياها الحقيقية من خلال الأحداث الأخيرة أولا ثم أنها لم تشارك إلا بمستوى بسيط في مؤتمر الأردو الذي خرج بمجموعة من القرارات ثم عرقلت أو تشويش على قرارات لمجموعات مهمة داخل منظم الأمم المتحدة وتحدث عن مجموعة حياز 120 دولة مجموعة الإسلامية حوالي 60 دولة ثم مجموعة العربية 22 دولة جميع هذه الدول كان صوت واحد هو النشاز هو صوت الجزائر الذي خلف استنكار جميع السفراء أو المندوبية الدول التي كانت حاضرة بل أكثر من ذلك لم يشفع تدخل رئيس المجموعة الإسلامية السفير الباكستاني أو رئيس المجموعة العربية السفير العماني لأن ترعوي الجزائر من هذه الممارسات الفضة وأدى ذلك إلى الدفاع أرادت شويه سمعة المملكة ولكن مصداقية المملكة المغربية لدى هذه الدول كبيرة جدا ودري على ذلك إنبارت مجموعة من الدول الإفريقية والعربية لتستنكر هذه الأحداث وذكرت بالدور محول المملكة المغربية والدور الفعال الذي يقوم به جلال الملك خدمة لقضية القضية الفلسطين هذه الإشادة التي تأتي من محافة العربية إسلامية وحتى دولية لدور لجنة القدس وجلالة الملك والمملكة المغربية مقابل العزلة وأيضا الفشل الدريع التي منيت به الجزائر مثلا في محطة عمان هذه العزلة التي تأكدت وتأكد أنها صوت نشاز على مدى تراهم الجزائر والحال يعني والواقع أنها في عزلتها وحيدة المشكل في النظام الجزائري هو أنه لا زال يقارب مجموعة من مستجدات بعقلية قديمة قوامها أو مبادئها الحرب الباردة ونحن في القرنة الـ 21 هناك تغيرات كبيرة جدا وقعت على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالمي لذلك فهذا التخبط والعشوائي التي تتسم بها الدبلوماسي الجزائر يرى هنا بعقلية هذا النظام الماضوي التقليدي الذي يفكر بعقلية ماضية إذن هذه الممارسات تعكيس أمرين أساسيين العزلة الدولية أو فقدان المصداقية وفقدان البوصل على المستوى الديبلوماسي ثم محاولة دائمة أو الهاجس لتغطية المشاكل الداخلية إذن في المقابل هناك مصداقية كبيرة تتمتع بها المملكة المغربية إشادة أممية بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في القادية الفلسطينية إشادة عربية إشادة إسلامية لا يخلو بيان من المجموعة الإسلامية أو المجموعة العربية أي تحرك عربي إلا ويشيده بالدور المحور الذي يلعبه جارة الملك برئاسي للجنة القص في حين أن الجزائر تزداد عزلة وتزداد تضرب مصداقيتها التي وصلت إلى الحديد مع هذه الممارسات على مستوى قضية القص أو على مستوى مجموعة من الفات الأخرى التي تدار بنفس العقلية البائدة والتقليدية إذن في المحصلة أعتقد بأن المغرب لا يمكن أن ينجر إلى هذه الردود الأفعال سيبقى وفياً لمبادئه من خلال الدعم القوي والصادق للقضية الفلسطينية على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية الصحراء المغربية هما متوازيان كما جاء في رسالة جلال الملك إلى الرئيس الفلسطيني سابقاً إذن هذا ما يتعلق تاريخياً المملكة المغربية داعمة لقضية الشعب الفلسطيني الشعب المغربي يسكنه في وجدانه روح القضية الفلسطينية لذلك المملكة المغربية أو المغرب هو المخول الوحيد للدفع بعملية السلام في أي تسوية للصراع العربي الإسرائي إذن من خلال هذه التحركات الدبلوماسية اليائسة للجزائر يتضح أنها تضحي بالقضية الفلسطينية وأيضاً الجزائر إقليمياً تعرقل بين اتحاد المغرب العربي كما أنها تمول وتحتضن كيان انفصال يستهدف وحدة أراضي المملكة هذه المعطيات كلها ما الذي يمكن أن يرسم حدود عدوانية النظام الجزائر؟ مع الأسف ليس فقط تضحي بالقضية الفلسطينية وإنما تتاجر بالقضية الفلسطينية لأنه ليس هدفه القضية الفلسطينية وإنما هي الوفاء لعقيدة العداء المرضي تجاه المملكة المغربية كلما حقق المغرب نجاحاً معين في محطة من المحطات إلا وتداعة التصريحات والتهديدات من أعلى مستوى إلى أقل المستويات وأعتقد بأن هناك حركية الآن بالنسبة للجزائر مجموعة تصريحات المعادية للمملكة نشط مؤخراً نتيجة الضربة الموجعة التي قام بها المغرب خاصة بعد تعاون المغربي الإسباني واعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي كوسيلة واحدة لحل هذا النزاع المفتعل لا زالت هناك ردود غاضبة بالنسبة للجزائر بل أكثر من ذلك حتى بالنسبة للملفات أخرى كلما حقق المغرب إنجازاً عن مستوى الملف الليبي إلا وتدخل الجزائر من أجل عرقالته أيضاً على مستوى الساحل والصحراء كلما تدخلت المملكة المغربية من أجل وصول إلى حل لهذه الضوائر في هذه المنطقة إلا وتدخلت أيضاً الجزائر إذن المحصلة أو الخلاصة هو أن هناك عداء للمغرب تحاول ما أمكن أن توجه على مستوين مستوى تقوم بالدبلوماسيا الجزائرية المهزوزة أصلاً ثم مستوى آخر يوجه نحو الاستهلاك الداخلي للشعب الجزائري خاصة من خلال العزف على وطر قضية حساسة أقول وهي قضية القضية الفلسطينية إذن أعتقد بأن لا يمكن تفسير هذه الممارسات الجزائرية إلا بالتحليل السيكولوجي لعقلية النظام الحاكم الجزائر المسكون بالعداوة للمغرب على أعتبر أن المشروع المجتمعي بين قوسين يقوم على العداء للمملكة المغربية أعتقد أن المملكة المغربية واعية بهذا تماماً وتخطط على مستوى استراتيجي لا تنجر لردود أفعال وإنما تعمل به هدوء وتسجل الضربات الاستباقية تلوى الضربة خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء والتي راكمت فيها الجزائر مع الأسف الديبنوية الجزائر راكمت فيها العزلة وراكمت فيها الفشل الدريع وهذا تصرف من خلال مجموعة من التهديدين مجموعة من التصريحات الخارج عن نطاق الزمن وخارج عن نطاق القانون وكلها أكاديم وأستحضر هنا التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري الصوري عندما يتحدث عن أمور قانونية مغيباً الاتفاق توليتي اتفاق مدريد الذي يقضي بخروج المستعمل الإسباني والدخور المملكة المغربية إلى أراضيها في الصحراء وكان الرد من إسبانيا نفسها وشهد شاهد من أهلها الدكتور حسن بلوان المحلل السياسي شكراً لكم على حضوركم معنا مرحباً 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 اشتركوا في القناة